ممكن تكون مجروح بسبب بعدك أيضاً عن هالشخص وفيه إشي بدك تحكيه لإله لأنه communication ممكن يكون أيضاً التواصل بينكم لأنه متوقف هو اللي عم يسبب لك ألم هون أو هو اللي عم أنت زعلانه متحير من أمره لأنه أفكارك واضحة جداً اللي بتريده مبين أنه كتير واضح اللي بتريده ولكن التواصل بينك وبينها الشخص صعب وهذا عم يسبب لك حالياً جرح أو زعلان من هالإشي زعلان من أنه التواصل مش متل ما كان في الماضي بينك وبينها الشخص انقطع أو خف كتير عن الماضي من نسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم نشوف إنه الحبيب فيه كونفلكت بمشاعره الداخلية يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية لأنه عنده مشاعر كتير فياضة ولكن بغير توجيه أو بدون توجيه أو ما إلها دايركشن أو خط معين يعني هالشخص ممكن يكون أيضاً اللي عم تتعامل معه برج مائي للبعض منكم الأبراج اللي ممكن تتعاملوا معها برج مائي فهالشخص كتير حساس انت بتحس إنه كتير حساس وكتير فيه عنده مشاعر وبتحسه شخص كتير عميق وهو بالفعل عنده مشاعر عم نشوف هون يعني شخص عاطفياً أيضاً هالشخص ناضج وما بيحب الكذب ما بيعني اللي بيحس فيه بيحكيه على الطول ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها لأنه ما في دايركشن ممكن أيضاً الشخص اللي عم تتعامل معه يكون فيه عنده عدة اختيارات عدة أشخاص في حياته عدة عروض حب عم تقدم لها الشخص وهو مش عارف أي واحدة يختار منهم فإيموشن اللي أو عاطفياً الشخص اللي عم تتعامل معه حالياً ضائع أمشوف لأنه فيه عنده كتير اختيارات كتير مشوش عاطفياً وهالإشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوى نفسه أنت طاقتك كون مبينة أنه كتير واضحة ولكن هو كتير ملخبطة كتير طاقته ملخبطة أيضاً ممكن إذا ممكن أيضاً الشخص بيحس إنه هو إذا كان إذا كنت إنت محوط بعدة أشخاص ممكن يحس أيضاً إنه فيه منافسة أو بيحس إنه ما بده يقوم بها المنافسة مع الأشخاص اللي حواليك يعني إذا في عندك أنت برج الدلو إذا في عندك أكس أو إذا في عندك أصدقاء عنده بحياتك حالياً أنت محوط فيهم هالشخص بيحس إنه عندك عدة اختيارات وهو خايف إنه يظهر أو يبين مشاعره لأنه أولاً بيحس إنه ما بده يتنافس من أجل حبك لأنه عرضه صادق فهو بيخاف إنه يستثمر بالعلاقة وبالأخير أنت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص آخر أو تختار إشي آخر لكن عم شوف أنت عم تطلع عليه عم تراقبه من بعيد عم تدرسه من بعيد عم شوف طاقتك أنت أهدى من طاقته أو متوازنة أكتر من طاقته ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن أعمق تجاهك مما أنت مشاعرك أعمق تجاهه بصراحة لأنه أنت عندك سيوف طلعت أوراق عقلية ولكن هو أوراقه عاطفية فحتى إذا في بينكم تضارب أو مش عم تتفهموا مع بعض مش عم تحكموا مع بعض إلى إنه هالشخص كتير عاطفي وكتير بيفكر بيعاطفته ومشاعره بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج الجديه عم شوفك عم تبعد عن إشي معين ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة ممكن عم تبعد عن شخص قديم أو ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لأنه أو رح تبعد عن هالعلاقة لأنه طاقة مستقبلية لأنه بتحس أنه وصلت إلى أو إلى طريق مستود مستود صعب عليك أنه أنت عم تشوف أنه ما في حل عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم أنت والحبيب ولكن مش عم توجد لها حل فأفضل طريق أنت بتشوفه أو أفضل حل اللي أنت بتشوفه أنك تسحب حالك من الموضوع أو تختار الصمت أو تبعد أو تنسحب شوي من العلاقة إلى أنك عم تحاول روحانياً عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانياً عم شوف أو عم تحاول ممكن تجذب شخص آخر بيختلف من شخص إلى آخر لأنه في عندك دمج الشر فأنت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك أيضاً عم شوفك عم شوفك باني سور حول حالك إلى أنك بتحبه بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حالياً أو في المستقبل رح تكون منغلق على حالك لأنه عم شوفك تضررت بالفعل ممكن أنت تكون متضرر مش من هالشخص ممكن يكون هالشخص جديد شخص جديد في حياتك وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك أو علاقة قديمة فشلت ومشان هيك أنت كتير قاعدد كتير محافظ كتير متحفظ كتير باني حواجز حول مشاعرك فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك أوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس أو فيها مشاعر أو فيها عاطفية وأغلب أوراقه شخص عاطفية بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل الشخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغير كتير يعني ممكن بيركز على حكيك أي إشي أنت ممكن تحكيه كاجول أو ممكن تحكيه بعفوية هالشخص بيركز عليه كتير ولكن في عنده تفاني بالعمل بمعنى أنه في عنده تفاني بالعلاقة ومستعد أنه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد أنه يبذل مجهود بشأن هالعلاقة شخص عم شوف طاقته بالمستقبل شخص كتير صادق هالشخص ما بيحب الكذب هالشخص كتير متشور ممكن أيضا يكون فيه عندكم اختلاف بالسلم ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون أكبر منك أو فكرته عن الحب بينكم أو اللي بده من العلاقة بينكم بده إشي كبير بده 10 of cups بده اكتمال بده علاقة كاملة متكاملة بده أسرة بده علاقة جدية بده خطوبة بده زواج فهمت علي بيختلف من شخص إلى آخر ولكن هو أمشوف أنه فيه عنده تفاني كتير لأنه هالحلم اللي هو بده إياه سواء كان معك أنت أو مع شخص آخر هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا أو بالمستقبل عم يبحث إلى تكوين أسرة بده يكون أسرة فمشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا لأنه ممكن ما بيحب أنه فيه حواليك أشخاص وأيضا ما بيحب أنه فيه المفروض يكون منافسة بده نفس التفاني منك بده نفس الاهتمام منك لأنه مبين أنه أنت عم تمشي مع الموجة عم تمشي مع الجو ما عم تجبر إشي ولكن هو بده إشي ملموس بده إشي فعلي هالشخص بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل رح يكون شوي مشوش أنتو الاثنين شوي مشوشين فكار داخلية بارانوية مخاوف داخلية أنت بيجوز في عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة وهو في عنده مخاوف من أشخاص بحياتك أو عروض حب بحياتك الوضع مش واضح كتير بينكم فبندنا نشوف بالمستقبل تعقدكم المشتركة شو رح يصير بيها الطاقة هل رح يصير فيه كلاريتي أو هل رح يصير فيه وضوح بينكم تواصل بينكم لأنو الاثنين متحفظين أم شوفكم على مشاعركم ففيه تغيرات مفاجأة رح تصير فيه تغيرات بالوضع الحالي اللي أنتو فيه رح تصير إذا أنت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتباه لأنه ممكن الوضع يتغير أو ممكن يصير فيه حساسية بينكم لأنه هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجأة صعب أنك تتحكم فيها وإذا أنتو مش هم تحكي مع الحبيب فيه عندك أو عم تحس رح يوصل رح توصل العلاقة في المستقبل إلى حمل عليكم رح تحسوه إنه تقيل لأنه يعني هالعصي عن العلاقة بالمستقبل أو ممكن للبعض منكم حالياً أيضاً عم تحسوه إنها كثير معقدة بينكم ممكن أيضاً أنت بتحس إنه هالشخص كثير معقد فالعلاقة بينكم ممكن ممكن أنت عم تحس أيضاً إنه هي عم توجد لك شوي من الحمل لأنه متطلبات هالشخص كثيرة أو الستاندرد تستبعه عالي أو المستوى اللي عم يطمح لإله كثير عالي فبالمستقبل عم شوف إنه رح تمروا بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم ممكن روحانياً ممكن عقلياً إذا بتحكموا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب إذا مش عم تحكموا مع بعض برضو رح تمروا عقلياً ببعض الصعاب اللي هي رح توصل يعني إلى مرحلة رح تكون كثير شديدة أو كثير معقدة أو رح تحس إنه الحملة كثير زاد ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم إلى إلى استنتاج أو رح يوصلكم إلى كلاريتي أو إلى وضوح أو إلى فكرة معينة استنتاج معين خط واضح تمشوا عليه يعني مبين إنه العلاقة بينكم تحتاج لسبب ما يعني من الله إرادة الله بتحتاج إنه تمر بهالمرحلة لأنه ما رح توصل إلى إذا أنت ملخبط عاطفياً أو هو ملخبط عاطفياً ما رح يوصل إلى النتيجة النهائية أو القرار النهائي أو التنوير به شو بيديد إلا بس يمر بهالضغط الشديد تفهمت عليه؟ فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير فيه تغيرات بأوقات مفاجئة لأنه ويلوف فورتين دائماً تحكي عن التغيرات فما رح تستمر هالطاقة لفترة طويلة رح يصير فيه تغيرات ورح يصير فيه وضوح بينكم بدي وضح إشي إشي آخر اللي هو وضحنا إنه رح يصير فيه clarity بينكم ووضوح ولكن ما وضحنا إنه هل رح يكون فيه خطوة هل رح يكون فيه تواصل فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر إنه يتواصل معك أو يقدم لك رسالة أو عرض حب بدنا نوضح شو خطواته هو بالمستقبل بالعلاقة يعني مش فقط خطواته هو بنفسه شو هو هو مصير العلاقة بينكم أوكي أوراق كتير 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 جميلة ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي بالأخص برج السرطان لأنه هالكرتب يتبع برج السرطان فممكن البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي في بينكم بعد بالمسافات ولكن عم شوف إنه فيه تقدم ورقة تتعامل تحكي عن التقدم المستمر الدائم فهالشخص في رحلة عن البحث عن الرضا العاطفي هالشخص هو مختار قرار إنه هو بده الرضا العاطفي بده تين أوف كابس عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص وإنت ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجاهك ولكن هو فيه تقدم مستمر إذا أنت ممكن توفر له اللي هو بيريده لأنه هو هون أغلب كروتو بده رضا عاطفي بده أسرة بده إشي جدي هم شوف هالشخص عم يحاول يكون أسرة حاليا فإذا أنت بتشوف إنه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار لأنه هو الإشي الوحيد اللي خلا يبعد عنك إنه عم يحس إنك مش جدي عم يحس إنك غير جدي عم يحس إنك أنت محوط بأشخاص وأطراف أخرى خمت عليه فهو عم يبحث على هالسعادة عم يبحث على تكوين أسرة فبدو الوضع يكون كتير جدي ممكن يصير في بينكم لقاء أو يصير في بينكم حديث غير متوقع لأنه مثل حكينا تغيرات في الأحداث غير متوقعة رح تصير فممكن الوضع بينكم رح يتغير بمعنى إنه رح تصير تغيرات أنت حتى وهو مش رح تتوقعوها ورح توصلوا إلى استمتاج أو إلى فكرة إنك رح تفهم الفعل هالشخص شو يتطلب منك أو شو يريد منك لأنه مبين إنه أنت ماخد الوضع بأراحية أكتر يعني يعني إراحة أكتر إنه أنت ماشي على أهوى الجو ولكن هالشخص عمشوف في عنده شوي أيضاً أو بيحب شوي السيطرة بيحب يسيطر على تطور هالعلاقة لأنه عنده كينغ أوب سورت فبيحب يكون متحكم أكتر الأمور فمشان هيك بده اهتمام منك أكتر بده ديفوشن بده يعطي على أد ما هو بيطيب العلاقة أوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون في عدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شارك